اشتركوا في القناة وزارة الدفاع الحقيقة اقامت هذه الاحتفالية البسيطة تيمنا بالعاصمة بغداد الحبيبة وايضا احتفاءا بكوادر اعلامنا وما قدموها من خلال المعارك شكرا للحضور احنا نشكر مدير الاعلام في وزارة الدفاع بقيامة بهذا المجود الكبير بالاحتفالية الخاصة باختيار بغداد عاصمة الاعلام العربي الحقيقة هو نصر انه نصر لكل العراقيين انه بغداد تم اختيارها عاصمة الاعلام العربي واعتقد انه وزارة الدفاع اقل ما يمكن ان تقدم للعاصمة الحبيبة بغداد هذا الاحتفال وهذا التتويج الرائع بمناسبة بغداد يوم بغداد عاصمة الاعلام العربي وحضورنا لاحتفالية وزارة الدفاع مديرية توجيه المعنوية هذه الاحتفالية لتجسد تور الاعلام بشكل عام في السلم والحرب بغداد تستحق ان تكون عاصمة الاعلام العربي فيها تصدرت الخبر وتصدرت وكالات الاعلام والقنوات الفضائية من خلال ما دار في ارض المعاركة والعراقين الاعلام العراقي وثق اروع البطولات والانتصارات وكان له دور كبير في نقل الحقاق الى العالم رسالة الاولى الى من راهن وقالوا دولة الخرافة باقية فاقول لهم هس منه الباقية ومنه العلت وشنه دافعكم لفيتلها البلد الشعب راد انجوم جاب لهم قمر من بطولاته كمس باقوا صور غيرة صارت عدهم ومنفعاله نصيح بصوت دوم انفوت عراق الغيرة باطباعي